تابعينا الكرام مرحبا بكم في فضاء الاستشارات الأسرية والتربوية أرشيديني نسعد من خلال هذا الفضاء أن نجيب على استفساراتكم وانشغالاتكم نذهب مباشرة لنتعرف على مرسل أو مرسلة رسالة اليوم سعاد من تيسمسيل تقول أنا شابة أبلغ من العمر 25 سنة أخي متزوج منذ عامين وخلوق يتعامل بكل حب ومودة واحترام مع زوجته حياتهم كانت مستقرة حدث مشكل بسيط بينهما منذ ستة أشهر زوجته غادرت البيت وطلبت الخلع للأسف الشديد أستاذ أخي مدمر نفسيا أحيطك علما أن زوجة أخي من متتبعيك أتمنى أنك توصل لها رسالة لكي تتدارك هذا الخطأ وتعاود ترجع البيتها والزوجها شكرا لك أختي سعاد على ثقتك في هذا المنبر الاجتماعي حصة أرشيديني الخلع اليوم نشهد تنامي رهيب للخلع في المجتمع الجزائري ندقوا ناقوس الخطر خاصة أنه نشهد خلع لأسباب واهية الشرع والقانون محدد الشروط ليتمكن المرأة من خلع زوجها أو الطلاق لكن أنه ترغب المرأة في فك هذه العلاقة الزوجية المقدسة بسبب بسيط نحن ندقوا ناقوس الخطر أنا نوجه رسالة اليوم ليس فقط لزوجة أخ المتصلة الكريمة بل كل الأخوات المتابعات لحصة أرشيديني لواتي في لحظة من التسرع والغضب والإنفعال تاخد قرار صعب في حياتها هذا القرار أختي الكريمة رح يضرك أنت قبل ما يضر زوجك رح يضر أطفالك إن كانوا موجودين ورح يعود سلبا حتى على المجتمع لأن تفكك الأسر يهدد تماسك النسيج الاجتماعي أقول الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء مجتمع سليم رح نشوف أطفال ضحايا تفكك أسري لازم كل سيدة أو كل شخص يفكر في الطلاق سواء أب وأم يشوفوا الأطفال ضحايا تفكك الأسري والآثار السلبية اللي تتنجر بعد فراق الأب والأم بعد ما يشوفوا نفسهم ضحية بين أب وأم فضل كل واحد فيهم أنه يعيش بعيد على الآخر ونسى أنه كان ريبات واثق بنا تموم الأبناء تحصيلهم المدرسة ينخفض عرضة للآفات الاجتماعية الخاطرة إدمان على غير الإدمان على المخدرات خاصة لك نفس حرجة يحرب يروح العالم المخدرات لينسى شعور أنه هو تاية بين أب وأم بعاد أطفال ضحايا تفكك الأسري هناك من يفتقد الحماية والحب يقعد تاية بين صراعاتهم وهو ما بعاد لازم الأم الزوجة تنظر لهذه النقطة توليها لإهتمام الكبير أبنائنا ضحايا تفكك هذه العلاقة المقدسة المرأة عندما تفكر في أن تخلع زوجها وتقول لك أنا ما تفهمت شو معاها إلى آخره لماذا لا تبحثين عن الحل أختي لماذا لا تسعين إلى أن تحافظين على عشة زوجية نقتديه فقط بأمهاتنا بأجدادنا بأسلافنا كانت ظروف معيشية صعبة كانت الثورة أنا ذاك لكن حرائر الجزائر تحافظ على بيتها وعلى أبنائها واليوم نشوف أننا كبرنا في أسر الحمد لله مستقرة متوازنة هذا أثر إيجابا على شخصيتنا على مصارنا المهاني على المصار العائلي لازم تفكر للأم اللي اليوم رح تخلع زوجها أنه بنتها تشوف الأم فضلت الابتعاد عن الأب رح تكبر بهذه الصورة النماطية لازم نوجه رسالة كذلك الأخوات الكريمات ونقول أن حاجتك إلى هذا الزوج مثل حاجته لك أن الله سبحانه وتعالى وضع هذه العلاقة علاقة تكامل كل واحد يحتاج للآخر وللأسف الشديد هناك من النسوة من يطغى عليها التفكير المادي والاستقلالية المادية إلى آخره وما تعرفش قيمة هذه العلاقة الزوجية اللي هي أسمى وأرقى العلاقات والمرأة المكانتها المرموقة عندما تكون محافظة على أسرتها ثم تأتي النجاحات الأخرى أختي الكريمة نجاح في مجال آخر لا يعيق نجاح أقول في أسرتك لا يعيق النجاحات في مجالات أخرى بالعكس الناجحة في بيتها المحافظة على زوجها وعلى استقرار أسرتها المرأة لي وقفة مع زوجها في كل المحطات تنجح في مجالتها الأخرى المعانية أو الدراسية إذن أنا نقول لكل أخت راه مخطئة في نظرتها إلى الزواج عليك بتدارك هذا الخطأ لأنه إذا فكرت أنك تفكي العلاقة الزوجية بدون أي سبب فقط يعني إرضاء إرضاء لنفسك فقط أنانية منك فقط نقول بحثا عن الكماليات ممكن هناك نسوة وللأسف الشديد تظن أن الحياة الزوجية فيها فقط الحياة الرغيدة لازم تعرف كل وحدة أنه عندما تتحمل المسؤولية تعيش مع هذا الزوج الصراء والضراء حتى ترسح حياتهم إلى بر الآمان لهذا الحياة الزوجية هي مودة ساكينة الساكينة هي الأمن الطومة أنينة هذه هي العلاقة المقدسة ليوضحها ربي سبحانه في الأرض لا يجب أن يطغط تفكير المادي أو الأنانية خلاص أنا أحدث مشكلة تقول لك أنا أحدث مشكلة خلاص بيني وبنزمجي لا أستطيع أن أكمل المشوار أنا نقول المرأة الناجحة والحاكيمة والذكية التي تحافظ على بيتها وتكمل المشوار مع زوجها تحل المشكلة تحل المشاكل بسيطة لو تبحثوا أنتم على المشكلة التي خلقت ووصل الخلع ستجدينه أختي الكريمة مشكلة بسيط وعدي مع زوجك تواصلي معها انظري الجوانب الإيجابية الخطأ اللي ارتكبوه الأزواج في لحظة آنانية وتسرع ينظر فقط الجوانب السلبية انظري الأمور الإيجابية اللي تربطك بينك وبين هذا الزوج أمور الإيجابية اللي فيه كافحي من أجل أنتم حافظين على بيتك لكن الخلع هو دمار البيتك الليك والأبنائك وريحها بعد بعد شهر شهرين ثلث سنوات عام عامين ستدريكين أن اختيارك للخلع كان اختيار خاطئ في نهاية هذا العدد من حصتكم الاجتماعي يرشديني سعيدة جدا بكم الرسائل التي تصلنا وثيقتكم في هذا المنبر الاجتماعي إلى أن يتجدد موعدنا بكم السلام عليكم ورحمة الله